موسيقى وحداتا من القوات المسلحة تحكم سيطرتها على مساحة 100 كم مربع جنوب وشمال شرق تدمر موسيقى بوغدانوف يرجح أن تنطلق جولة جديدة من اجتماع أسنى حول سوريا بداية شهر تموز المقبل موسيقى مجلس الوزراء يناقش في جلسته الأسبوعية موضوع صرفيات والعلاقة بين وزارة المالية والمحافظات والجهات العامة نشوة إخبارية مفصلة مساء الخير أكد مصدران عسكريا وحداتا من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة تواصل عملياتها القتالية الناجحة في بادية تدمر وتحكم سيطرتها على مساحة 100 كم مربع جنوب وشمال شرق المدينة وتطارد فلول تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة وتكبدهم خسائر في الأفراد وتدمر عددا من آلياتهما وهذه مشاهد اقتراب وحدات الجيش والحلفاء في حق الأرك شمال شرق تدمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الجيش العربية سوري لطريق إثرية الرصافة الرقة وأحكمت سيطرتها على قرى رجم عسكر بإرن باج ظهر أم باج جب عزيز جب الغانم أم صوفة أو أبو صوفة جب أبيض وعدت مزارة أخرى بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الإرهابيين جولة على أبرز لحظات الميدانية في التقرير التالي تابعت حدات الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها ضد تجمعات ومحاور تحرك إرهابي تنظيم داعش وذلك في بادية تدمر وأحكمت سيطرتها على مساحة مائة كيلومتر مربع جنوب وشمال شرق المدينة مكبدة التنظيم بذلك خسائر في الأفراد والعطة عمليات نوعية نفذها الجيش العربي السوري أسفرت عن إحكام سيطرته على عدد من النقاط المهمة في منطقة ظهور الغنايم شمال سد أبو كلا بسبعة كيلومترات في رف حمصة الشرقي في المحوار ذاته يتواصل التقدم في البادية باتجاه حقل آرك شمال شرق مدينة تدمر خلال عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابي تنظيم داعش بريف حمصة الشرقي أما في دير الزور فقد خاضت حدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش شنت هجوما على اتجاه لواء التأمين ومحيط المطار انتهت بإفشار الهجوم والقضايا على أكثر من ستين إرهابيا بإصابة العشرات وحدات أخرى من الجيش تصدت لمحاولات اعتداء من المجموعات الإرهابية على منازل الأهالي وعدد من النقاط العسكرية في درعة من جانب آخر وفي خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر اعتدت المجموعات المسلحة بالقضائف الصاروخية على محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة شمال مدينة حما حيث أقدمت مجموعة إرهابية تتحصل في قرية لطامنة بريف حماه الشمالي على الاعتداء بأربع قضائف صاروخية على محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية ما تسبب بوقوع أضرار مادية فيها كانت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حماه خرقت مذكرة مناطق تخفيف التوتر في الرابع من هذا الشهر واستهدفت مدينة محردة ومحطة توليد كهرباء الزارة بعدة قضائف صاروخية ما تسبب بوقوع أضرار مادية كشف تسجيل سربته صفحات تابعة للإرهابيين بأن تنظيم جيش الإسلام الإرهابي يريد الحصول على مليون دولار شهريا مقابل الانضمام إلى ما يسمى الاتلاف المعارض بحسب التسجيل فإن الإرهابية محمد علوش أحد المتزاعمين في تنظيم جيش الإسلام الإرهابي طلب في اتصال هاتفيا من عضو الهيئة السياسية لما يسمى الاتلاف جمال الورد مبلغ مليون دولار شهريا ذلك ردا على طلب الأخير من التنظيم الدخول ضمن فصائل الاتلاف العسكرية وإلا ستكون الدعوة مرفوضة رسالي رسال للدخول للاتلاف أجل أرسال تعيين من دوب عنا بالاتلاف فأنت له جمال أنت له شوف يا جمال أنت صاحبي وصديقي من زمان أنت عمسلكم دعم هلأ ولا لا؟ قال إيه عني صدنا والله مالك تير مني؟ أخي نحن بدنا حصتنا تعطونا مليون دولار كل شهر من هالدول المصاري عم يجيبكم نحن جاهزين ما بتعطونا لك أخي بصعب فأشوفوا تحسوسوا شوفوا لي جماعة أرد لي خبار سياسيا رجح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون دول الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخايل بوغدانوف رجح أن تنطلق جولة جديدة من اجتماعي أستنى حول سوريا بداية شهر تموز المقبل بينما جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواظريف أتأكيد على أن الحل الوحيد لازمة في سوريا سياسي وعبر الحوار واحترام استقلالها وقرار شعبها مع تحرك الأمور في سوريا باتجاه وضع ميداني ناجز يحرز فيه الجيش العربي السوري تقدما واسعا على أكثر من محور ملحقا هزائم كبيرة بالإرهابيين يعود الحديث مجددا عن عقد جولة جديدة من اجتماعي أستنى وجناف بداية الشهر المقبل بعد التأجيل الذي طال الموعد السابق بسبب التعنوت التركية نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوكدانوف أوضح أنه تجري محادثات مع إيران وتركيا لإجراء جولة جديدة من اجتماع أستنى حول سوريا بعد شهر رمضان تليها مباشرة جولة مماثلة في جناف وعلى الرغم من عدم تمخض أي من الاجتماعين حتى الآن عن أي مبادرة سياسية حقيقية من شأنها أن تنتج حلا إلا أن الجولة الأخيرة من اجتماع أستنى استطاعت أن تحقق نتائج جزئية من خلال الاتفاق على إقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا فيما انتهى جنيف إلى الاتفاق على عقد اجتماعات غير رسمية بين خبراء دستوريين من وفد الجمهورية العربية السورية وفريق المبعوث الخاص لبحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطا مناسبة تصلح كمبادئ دستورية الجولتان الجديدتان من المباحثات تعقدان وسط أجواء تفاؤل إيجابية روسية عبر عنها الرئيس فلاديمير بوتن في وقت سابق خلال الاجتماع الموسع لقمة منظمة شنجهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية مشيرا إلى وجود فرصة حقيقية لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية وبدء عملية سياسية فعالة التفاؤل الروسي يأتي بالتوازي مع تأكيد تهران عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريفة على ضرورة استمرار تعاون وتنسيق إيران وروسيا وتركيا كدول ضامنة لهذه المحادثات من أجل تقويتها وضمان فعاليتها تحولت ممارسة الإرهاب لدى العديد من الدول إلى سياسة رسمية علنية هدفها تحقيق وتنفيذ مشاريع وأحلام السيطرة الاستعمارية بأدوات وهابية إخوانية على شعوب المنطقة وصولا إلى ثرواتها يوما بعد يوم تنكشف حقائق منابع الإرهاب ودعميه الذين تسببوا بإنتاج الفوضى والتطرف في المنطقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهر بدور الولايات المتحدة في نشوء واحتضان تنظيم القاعدة الإرهابية ومتزعمه حينها أسامة بن لادن مؤكدا خلال مقابلة بثتها قناة الشو تايم أن القاعدة هي نتيجة لذصرفات وأفعال الأمريكيين من القاعدة إلى داعش السحر الأمريكي ينقلب على صانعيه إذ لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية على علم بأن المقاتلين الأفغان الذين أمدتهم بالسلاح وساهمت في تدريبهم سيتحولون إلى إرهابيين يهددون المصالح الأمريكية في أفغانستان نفسها بل يمتد التهديد إلى العمق الأمريكي نفسه بعد تنفيذ واحدة من أخطر العمليات الإرهابية في التاريخ الحديث والتي تمثلت في ضرب برجي التجارة العالميين خلال أحداث الحديث 11 من سبتمبر أمريكا والتي لطالما رعت واحتضنت تنظيم القاعد الإرهابي وأسامة بن لادن ليس بجديد عليها أن تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية عبر أدواتها ومرتزقتها من دول باتت معروفة في المنطقة حقيقة أكدها القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري تفيد بأن بلاده تملك معلومات عن قيام النظام السعودي بتحريض إرهابي تنظيم داعش على تنفيذ الاعتدائين الذين وقعوا في طهران مؤخرا واستهدفا مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني ومقر مجلس الشورى الإسلامي لقد بات معروفا للقاصي والداني أن تنظيم داعش الإرهابي هو صنيع الولايات المتحدة والتي تستخدمه في تحقيق سياساتها هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي مشددا على أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي كاذب ورغم عدم تعرض داعش للمصالح الأمريكية بعد لكن الإدارة الأمريكية ستسعى ربما إلى التخلص من آثار جريمتها في عدد من دول ما أسمته الربيع العربي فتقوم بتصفية التنظيم بدعوى الحرب على الإرهاب كما حدث مع تنظيم طالبان في أفغانستان مجلس الوزراء يناقش في جلسة الأسبوعية برئاسة المهندس عمات خميس موضوع صرفيات المختلفة والعلاقة بين وزارة المالية والمحافظات والجهة العامة فيما يخص للانفاق الحكومي والتأكيد على ضبطها بشكل صحيح ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عمات خميس رئيس المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية وذلك في إطار سعي الحكومة لدعم وتنمية كافة القطاعات حيث وافق المجلس على منح سلفة من أموال الخزينة الجاهزية قدرها مليار ليرة سورية لتنفيذ القطة الإنتاجية لمنشأة دواجن طرطوس وافق على منح مؤسسة الدواجن لمنشأة زاهد بطرطوس مبلغ قدره مليار ليرة سورية لتشغيل المنشأة بكامل طاقتها الإنتاجية كذلك ناقش المجلس مشروع قانون بأحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير السياحة مقرها دمشق ووافقها على رفعها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدورها يأتي مسودة هذا التشريع في إطار ومتابعة خطة وزارة السياحة لتطوير قطاع التدريب السياحي والفندقي لرفض الكوادر البشرية اللازمة لرفض قطاع العمل في هذا المجال وفق المعايير الدولية المعتمدة أيضا يأتي لتحقيق بأهام لتطوير الكوادر البشرية اللازمة للعمل في المنشآت السياحية وقدم المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة الحكومية المكلفة إعادة الخدمات إلى الأحياء التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرت عليها في مدينة حلب عرضا حول الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية الجولة كتير موفقة لاحظنا من خلالها تقدم كبير للمشاريع التي عما تتنفذ الناس عادت إلى مواقع إلى الأحياء الشرقية بشكل تجاوز الأربعين بالمئة هناك نسب تنفيذ متقدمة لكل مشروع من المشاريع ونقش مجلس الوزراء موضوع الصرفيات المختلفة والعلاقات بين وزارة المالية والمحافظات والجهات العامة فيما يخص الانفاق الحكومي صدر المرسوم اليوم حول تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل 50% على كافة المستوردات من المواد الأولية والمستلزمات الإنتاج الصناعي للصناعة المحلية وهذه مكرمة من سيادة الرئيس بشار الأسد لدعم الصناعة المحلية هذا من شأنه أن يؤدي إلى طبيعي مكتسبات بالنسبة لأسازة الصناعيين سيساهم في دفع عملية الإنتاج في استنهاض الإنتاج الصناعي وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل عرضاً حول الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي خلال الصيف القادم تم استعراض التحضيرات الخاصة بإقامة الدورة تسعة وخمسين لمعرض دمشق الدولي بالفترة من 17 لستة وعشرين آب من هذا العام هناك ورشة عمل كبيرة في مدينة المعارض تعتف إلى تأهيل وصيانة المرافق العمل موجودة داخل المدينة بشكل كامل شركة العمل لبناء والتعمير والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات ومؤسسة الإسكان العسكرية وأيضاً شركة كهرباء ريو دمشق أعمال كبيرة قامت بها وتقوم هذه الشركات ستكون الأعمال كاملة منجزة بتاريخ 31 سبعة قبل بدء المعرض بحوالي 17 يوم الحالة التسويقية المعرض هي ممتازة للغاية على المستوى المحلي تم تسويق بتعاون مع اتحادات العمال اتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة واتحاد مصدرين السوري ما يزيد عن 25 ألف متر مربع من القطاع الخاص السوري مقسمة إلى قطاعات النسيجية والغيزائية والهندسية والكيميائية وناقش المجلس واقع الجمعيات وتم التأكيد على ضرورة تطوير عملها وعلاقتها مع العمل الإغاثي ووضع قواعد دقيقة لعمل هذه الجمعيات تم اليوم ضمن اجتماعات مجلس الوزراء طرح موضوع الجمعيات وتأكيد على أهمية العمل الأهلي وأهمية تكامل الجهد الحكومي مع الجهد الأهلي لسد الاحتياجات الإنسانية والمجتمعية للمجتمع السوري ووافق المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمهورية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من الشهر السابع لعام 2017 فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي ينظم لقاء جماهريا في سبيل حقن الدماء ودعوة للمصلحة الوطنية بحضور عدد من الفعاليات الأهلية والدينية في درعا وعملا بتوجيهة الحكومة السورية نقل أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة ومحافظ درعا محمد خالد هنوس رسالة دعو من خلالها أميري السلاح لترك سلاحهم والعودة إلى حضن الوطن للحيلولة دون نزف مزيدا من الدم السوري أساسيات هذا الاجتماع حمنا أهلنا الفعاليات الأهلية والاجتماعية والدينية والثقافية في المحافظة أمانة يوصلها للمسلحين من أبناء درعا وتوجيها وتنفيذا لتوجيهات القيادة وعلى رأس سيد الوطن سيد الرئيس بشار أسد بأن المصالحة الوطنية يجب أن تتساير وتتزامن مع الماركة نحن نوجه رسالة اليوم فكان الاجتماع مع الفعاليات الاجتماعية والوجهة والماء أغلى وجهاء مدينة درعا ومنطقة درعا فهي رسالة تنقل لهؤلاء المسلحين أن يتركوا السلاح وهذه المرة الألف تم التحدث فيها فأهلا وسلنا بأي وقت يخففوا نحن انتصرنا نحن في النهايات درعا ستنتصر البلد كلها إن شاء الله ستعود ربوع سوريا عامرة بإذن الله الرسالة اليوم عندكم رسالتنا حقن الدماء التوجه إليكم بالخير ونسأل الله في رمضان أن يحقن دماء الجميع لقاء يأتي بالتزامن مع إنجاز المصالحات الوطنية لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن في ظل استمرار الجيش العربي السوري بمكافحة الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية أكد محافظ حلب حسين دياب أن الجريمة المرتكبة بحق الطفل أحمد جويش لن تمر مضيفا أن الجنات الذين عرفت هويتهم سيتم القبض عليهم قريبا وسينالوا للعقابة الشديدة وصارمة جزاء مرتكبت أو ارتكبت أيديهم وفي تصريح له أوضح دياب أنه من غير المسموح لأي شخص مهما كانت صفته أو مكانته أن يتجاوز حدود القانون الجريمة التي ارتكبها مستهترون وعابسون بأمن الوطن والمواطن بحق الطفل أحمد جويش لن تمر منذ اللحظات الأولى لارتكابها قامت جميع الجهات الأمنية والشرطية بالمحافظة بالتقصي والبحث حتى تمكننا من معرفة مرتكبيها والبحث جاري عنهم وسيتم قريبا إن شاء الله القبض عليهم لينالوا عقابهم الشديد الصارم جزاء جزاء مرتكبة أيديهم طبعا أقول اليوم لكل أهلنا في حلب الذين تحملوا ما تحملوا من الإرهاب بأن تضهياتهم وصبرهم لن يذهب سودان ولن نسمح لأي مارق بأن يلوس دماء الشهداء الطاهرة التي سالت في سبيل تحقيق النصر والتحرير وبأن سلامتهم وأمنهم فوق كل اعتبار وكل عابس بها سيلقى العقاب الشديد تدخل جديد المؤسسة السورية للتجارة وحماية المستهلك لضبط ارتفاع الأسعار وحركة الأسواق في محافظة اللاذقية خلال شهر رمضان المباركة أتفاصل في التقرير التالي في إطار عمليات التدخل الإيجابي للمؤسسة السورية للتجارة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار ولضبط حركة الأسواق في شهر رمضان المبارك قام فرع المؤسسة في اللاذقية بتسير عدد من الشاحنات إلى عدد من قرى ريف اللاذقية الشمالي وبيع المنتجات المحملة فيها لأهالي القرى التي عانت من رجز التنظيمات الإرهابية المسلحة وذلك في خطوة جديدة لتخفيف العناء عن المواطنين في هذه القرى وتوفير احتياجاتهم في هذا الشهر الكريم بأرخص الأثمان الهدف من زيارتنا إلى القرى المحررة توفير التشكيلي بأسعار مكبولة كون المواطن يعاني هنا من التفاعل أسعار وسوف نكون دائما باستمرار هذه التجربة بشكل أسبوعي بناء لرغبة الأخوة المواطنين للتخفيف من وعاناتهم هنا الحسومات المواطن كما تباع في أكرب نقطة في مستودع في اللاذقية تباع في مناطق القرى المحررة حسومات تصل من 15 إلى 25% من بجميع الموال منظفات أو غزائية وسعر جالة الغاز 2625 من قد من وسطنا هنا أسعار مقبولة ومنحة كثير أسعار كان جيدة جداً وبرد بقلك بأمس الحاجة إلى المواطنة هي كلياتها وبتمنى تنتقلوا لجميع القرى المحررة كثير كويس فرق عن السوق كثير يعني نشكر كثير على الدولي على اللتاح الجابة الليالي هوني كثير بشكرك أنتو كمان نتمنى أعطوه لها التزيب الضل عنها هيك أخي والله إليفتي كريم وأتمنى دائما نكرر ولا شيء ويكون وقت محدد لألنا بالنسبة لأنه أهل القرى ما سمعنا ما سمع بإنجليبيا العمل هذا عمل إنساني وفعلا إنساني وجد مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية أكد أن هناك تشكيلة سلعية واسعة في منافذ البيع وصالات المؤسسة وبأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل سلاح الجو العراقي يقضي على عشرين إرهابيا من تنظيم داعش بين محافظتين ديالة وصلاح الدينة والجيش يحرر حي الزنجيلي بالكامل ألقاكم بعد الفاصل أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة بعض ظهر أمس المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية في البادية السورية وتمكنت من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق شمال شرق التنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ردود فعل فلسطينية غاضبة على طلب نتنياهو تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سلاح الجو العراقي يقضي على عشرين إرهابية من تنظيم داعش بين محافظتي ديالة وصلاح الدينة والجيش يحرر حي الزنجيلي بالكامل رئيس حزب الشعب الجمهورية التركي يؤكد أن تركيا دولة تحكمها عصابة بزعامة أردغان أهلا بكم من جديد أثرت تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني بن يمين نتنياهو التي طالب فيها سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي خلال زيارتها إلى الكيام بالعمل على تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أثرت ردود فعلا فلسطينية غاضبة تقرير خليل إبراهيم نددت منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وعدم جهة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وأقارت المنظمة أن دعوة نتنياهو تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأنهاء الشهد الحي على النقبة الفلسطينية بدوره اعتبر مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مطالبة نتنياهو بحل الأنروا هو محاولة لإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم فيما عربت الهيئة العام للاجئين الفلسطينيين العرب عن استنكارها للدعوة التي أطلقها نتنياهو وقالت أنها تأتي في ظل الهجوم المكثف على القضية الفلسطينية وعلى الدول الداعمة لهذه القضية وفي طالعتها سوريا التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودافعت عن قضاياه وحقوقه غير القابلة للتصرف ونبهت الهيئة إلى أن نتنياهو وأصحاب مثل هذه الدعوات يجب أن يكونوا مطلوبين للمثول أمام المحاكم الدولية لمعاقبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني أكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بجنيف عبد الحميد دشتي أكد أنه يمارس بحق المرأة في السعودية كافة أشكال التمييز العنصري بسبب التخلف الناتج عن الثقافة الوهابية المنتشرة في المجتمع مضيفا في مداخلة عن التمييز ضد المرأة في مقر الأمم المتحدة بجنيف أن الظلم الواقع على المرأة السعودية يبدأ بعدم قبولها في السلك الدبلوماسية نحن إذن ناقش حقوق المرأة التجلى أمام نصورة المرأة المكلومة التي تعاني قسوة الحياة وشظف العيش وما تتحمله من أعباء في ظروف الحرب ومتطلبات الحياة ورعاية الأسرة في فلسطين وفي سوريا واليمن والبحرين والعراق وفي الصحراء الغربية أما في السعودية حيث ذلك مصحوبا أيضا بالاضطهاد والقهر والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية ويمارس بحق المرأة هناك كافة أشكال التمييز العنصري بسبب الجنس وتسلط المجتمع ذو الثقافة الوهابية المتخلفة عن ركب الحياة والذي تبدأ ممارسته من هذه القاعة فهي عندما لا تقبل بالسلك الدبلوماسي إلا أنها تعمل على تعيين المرأة محليا وتفرض عليها ارتداء لباس محدد داخل هذه القاعة لترمي حطة الرئيس فور خروجها أليس هذا اضطهاد مقيت وتدخل سافر في حرية المرأة وخصوصيتها أمام أعيننا سيد الرئيس من ذلك كله يتضح أن المرأة هي أكثر الفئات ضعفا وتهميشا الأمر الذي يفرض واجبه توفير معيار العناية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة على مخالفتها والتعويض عنها ومنع مرتكبها من الإفلات من العقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية حققت له مكاسب مهمة على الصعيد الاقتصادية ولكنها دقت اسفين جديدا في العلاقات بين المشيخات والممالك الخليجية مراسلتنا في بيروت نورا الحاج والتفاصيل بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية عاد إلى بلاده حاملا معه عقودا بعشرات ملايين الدولارات هذه الصفقة أثلجت قلب ترامب وحققت له مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة لكنها في الوقت نفسه دقت اسفين في جسد العلاقات بين المشيخات والممالك الخليجية كان من الطبيعي أن يظهر إلى العالم بعد زيارة ترامب وبعد مؤتمر الرياضي لأنه برأيي الشخصي أن هذا الاتفاق حول مواجهة المسألة القطرية والملف القطري كان قد تم قبل ولكن أمن له الغطاء العربي والإسلامي الكبير في إنعقاد القمة التي انعقدت بوجود هذه الدول التي يخيل إلينا بشكل واضح أن دورها كان ما يكون دورا مركزيا إذا استثنين مصر التي لا شك أنها في عمق الاتفاق باعتبار أن الحرب هي مع شماعة الإخوان بما تمثل قطر لهذا التنظيم الدولي من الإخوان تصريحات نسبت إلى أمير مشيخة قطر قال فيها أن إيران تمثل ثقلا إقليميا وليس من الحكمة التصعيد معها وأضافت التصريحات لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أو رفض دور المقاومة واتهم تميم كل من السعودية والإمارات والبحرين بالتحريد على قطر واتهامها برعاية الإرهاب هذه الخلافات موجودة وقد تدأ ظهور بعض هذه الخلافات في بعض المناطق السورية في السراعة وأنا أعتقد أنه كل ما مر الوقت وكل ما شارفت الساحة السورية على إغلاق ساحتها وكل ما الساحة العراقية شارفت على إغلاق هذه الساحة كل ما ازداد أيضا الصراع في هذه المنطقة الممتدة من حضر موت حتى إربت حيث سيتجسد الصراع بصورة واضحة بين هذين الطيارين بعد الخلاف والتصريحات من الطرفين وفي هذا الإطار أتهمت قطر بشق الصف الخليجي ودعم أعداء الأمة وبعد هذا الاتهام ازدادت الأمور حدة لتصل الأمور لقيام كل من السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية والشركات التجارية والطياران إلى قطر خلافات بين قطر والسعودية ودول الخليج مردها الطمع ودعم الإرهاب لكن كل هذه الأنظمة والمماليك تعتمد في بقائها على الدعم الأمريكي المفتوح فهل أصبحت الأرضية جاهزة لانتقال الفوضى إلى دول الخليج؟ نور الحاج الأخبارية السورية بيروت وفي جديد أزمة داعمي الإرهاب القطريين والسعوديين مواقف أمريكية متناقدة ومحاولات قطرية لتدويل الأزمة من موقف إلى آخر تتأرجح السياسة الأمريكية تجاه الخلاف الخليجي منذ اندلاعه بقطع العلاقات الدبلوماسية بين النظام السعودي ومشيخة قطر وبعيدا عن تأييد ترامب بدعم النظام القطري للإرهاب يأتي تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس للتأكيد على أن بلاده ستتعاون وستسعى للبحث عن تفاهم متبادل مع سلطات مشيخة قطر التي تتحرك بالاتجاه الصحيح حسب تعبيره هذا وضع صعب للغاية إلا أن قطر تتحرك في الاتجاه الصحيح لكن ليس بشكل دقيق تماما هي إشارة ربما من الأمريكية بإعادة صيغة وجهة نظر جديدة للسياسة الأمريكية تجاه النظام القطري الاتهام بالإرهاب غاب عن لسان ماتيس على عكس موقف رئيس بلاده دونالد ترامب الذي أكد أن معاقبة قطر عمل إيجابي وأن ما أسمه معركة مكافحة تمويل الإرهاب ستنتهي بالنصر مراقبون يعتبرون أن فتح باب التفاهم الأمريكي القطري والتلويح بالتنسيق لعله يهدف في مضمونه لفرض الهيمنة الأمريكية على المشهد الخليجي دون أي تدخلات إضافية يبحث عنها وزير النظام القطري بتنقله من عاصمة أوروبية إلى أخرى المطلوب قطريا بأخذ الاتحاد الأوروبي لزمام المبادرة وحل الخلاف القائم في ظل التناقضات الأمريكية الواضحة تناقضات مهما تروحت في الشكل والتصريحات تصب في مجملها بسياسة واحدة تقوية أنظمة رعية للإرهاب على حساب أخرى حسب ما تقتضي ظروف اللعبة الدولية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية سلاح الجو العراقي يقضي على عشرين إرهابيا من تنظيم داعش في قصف استهدف أو كاره في المطبجية على الحدود بين المحافظتين ديالة وصلاح الدينة وحي الزنجيل بالكامل تحت سيطرة الجيش العراقي رامي عباس وتفاصيل حي الزنجيل بالكامل تحت سيطرة الجيش العراقي هي أحدث نتائج العمليات العسكرية المستمرة التي تخضها القوات العراقية ضد إرهابي تنظيم داعش وذلك بعد أن قامت قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع بتحرير الجزء الشمالي للحي كما تمكنت القوات العراقية من اقتحام حي الشفاء في الساحل الأيمن لمدينة الموصل على الحدود الفاصلة بين محافظتين ديالة وصلاح الدينة وتحديدا في منطقة المطبجة استهدف سلاح الجو العراقي أو كارة تنظيم داعش الإرهابي ما أسفر عن مقتل عشرين إرهابيا وتدمير خمسة من آلياته إحدها مفخخة كما تم تدمير عدة تجمعات للتكفيريين في المنطقة وفي السياق المتصل أعلن قائد عمليات دجلة عن تدمير مقرين لتنظيم داعش الإرهابي واعتقال عشرة أشخاص من المشتبه بهم وذلك خلال عمليات دهم جرت شمال غرب بعقوبة القوات العراقية كانت استعادة السيطرة على خمس قرى في ناحية المحلبية الواقعة شرق مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي وذلك في إطار الخطوات السريعة التي يخطوها الجيش العراقي نحو تطهير المدينة بالكامل من دنس إرهابي تنظيم داعش أكد رئيس حزب الشعب الجمهورية التركي كمالك لتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان له علاقة مباشرة بمحاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي وكان على علم مسبق بها أقال كتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه إن أردوغان أراد استغلال محاولة الانقلاب للتخلص من جميع معارضيه ومنافسيه داخل أجهزة ومؤسسات الدولة ورفض جميع الطلبات لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قضية الانقلاب لأنه يعرف أن هذا التحقيق سيكشف علاقاته السرية بأطراف الانقلاب أوغلو أشاري لأن الرئيس النظام التركي استغل محاولة الانقلاب لإحكام سيطرته على جميع مؤسسات ومرافق الدولة وخاصة الجيش والمخابرات والأمن والقضاء والمحكمة الدستورية بحيث أصبحت تركيا دولة تحكمها عصابة بزعامة أردوغان أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف أن على موسكو تجديد التدابير التقييدية الجوابية في جميع المجالات في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضدها أكد أربعة نواب من اللجنة المصرفية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلنوا عن مشروع قرار لتعزيز وتوسيع العقوبات الأمريكية الحالية ضد روسيا ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن جاباروف قوله للصحفيين في حال تم اتخاذ إجراءات تقييدية ضد روسيا فإننا بحاجة إلى تعزيز العقوبات ضد الولايات المتحدة في جميع المجالات التي نتعاون فيها بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والدفاع والثقافة وكانت الولايات المتحدة فرضت في آذر الماضي عقوبات جديدة ضد ثماني شركات روسية حيث أكدت الخارجية الروسية أن هذه العقوبات الأمريكية الجديدة تتناقض مع التصريحات الأمريكية حول أولوية محاربة الإرهاب وتقود إمكانية أفاق التعاون لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن صدمته إزاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الأمريكي دعموا الإرهاب ورعاته ومدربوا عناصره الأساسيين تشفوا بعد سنوات من ضخ السلاح والفكر الإرهابي إلى الدول المناهضة لهم عدم كفاءة جيشهم وتدني جهوزيته القتالية وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كشف أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن صدمته إزاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الأمريكي عزياً السبب للتقشف طمعاً بمزيد من الأموال القادمة من النظام السعودي بحجة رفع الجهوزية القتالية للمتدربين على يد الجيش الأمريكي المتهالك لقد تقاعدت من خدمة العسكرية بعد ثلاثة أشهر من دخول تقشف حيز التنفيذ وبعد أربع سنوات عدت إلى الوزارة وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية وما من عدو في الميدان ألحق ضرراً بجهوزية جيشنا كما فعل التقشف على أثر تصريحات ماتس طلب البنتاجون من الكونغرس تخصيص 639 مليار دولار لموازنته للعام 2018 موزعة على 574 مليار دولار كنفقات عامة و65 مليار دولار لنفقات إضافية للحرب تلك الحرب التي خلقتها الإدارة الأمريكية على مدى سنوات طوال لتحقيق مآربها في كسب الأرباح الخيالية من بيع السلاح وتدريب الإرهابيين وصطوا على خيرات البلاد المدمرة أعربت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن ثقتها بأن واشنطن ستلتزم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 قالت المسؤولة الأوروبية إنها وثقة من أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات حكيمة أضافت موغريني في مؤتمر صحفي على هميشي مؤتمر في أسلو للوساطة من أجل السلام قالت إن الاتحاد الأوروبي سيضمن على أي حال بقاء الاتفاق وسيضمن التزامه بذلك أكان وكذلك سيضمن استمرار سياسته الخاصة بالتواصل مع إيران ذكر بيان لمكتب المدعي العام في نيويورك أن نائب القنصل العام لبنجلادش اعتقل ووجهت إليه تهمة في الإتجار بالبشر قال المدعي العام إن محمد إسلام متهم أيضا باستخدام القوة والتهديد ضد شخصا يعمل معه لامتناعه عن دفع المال مقابل خدمات قدمت إليه مضيحا أن المتهم ساهم في إدخال ضحيته إلى الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني وعقب ذلك انتزع منه جواز سفره وأجبره وأجبره على العمل من دون مقابلة كما هدد الدبلوماسي الرجل أيضا بترضيه من الولايات المتحدة وبقتل أفراد أسرته أصيب شرطي جراء انفجاري انفجارا عند مدخل قاعدة عسكرية بريطانية جنوب قبرص وذكر المتحدث باسم القوات البريطانية في قبرص أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة جراء الانفجار كما وقعت أدرام مادية بمدخل القاعدة العسكرية البريطانية الواقعة بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد مضيفا أنه تم إرسال محقيقين جنائيين لمعرفة سبب الانفجار ويتم التعامل مع الأمر على أنه تحقيق جنائي أكدت الشرطة الألمانية إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في محطة قطار بضواحي مدينة ميونخ مضيحة أن بين الجرحى شرطية ومنفذ الهجوم الذي اعتقل وأوضح متحدث باسم الأمن أن الشرطية أصيبت بجروح خطيرة وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين آخرين وأصر أن المهاجم كان ينطلق من دوافع شخصية نافيا وجود أي أسباب دينية أو إيدولوجية وراء الهجوم القضاء الفرنسي يعلن بدأت تحقيق حول قيام إحدى الشركات الفرنسية العاملة في سوريا بتمويل تنظيم داعش الإرهابي التفاصيل في تقريرنا حيدر السلطات الفرنسية بدأت تحقيقا قضائيا بشأن أنشطة لمجموعة لافارج هولسيم المتخصصة في الإسمنت والبناء والتي كانت تعمل في سوريا وتمويل تنظيم داعش الإرهابية رويترز نقلت عن المصدر القضائي أن قاضيا معنيا بشؤون مكافحة الإرهاب وقاضيين معنيين بشؤون المالية يتولون القضية مشيرا إلى أن التهمة تشمل قيام المجموعة بتمويل كيان إرهابي وتعريض أرواح للخطر لكن الدلائل على تمويل مؤسسات ومنظمات غربية للإرهاب كثيرة جدا لافارج هولسيم أقرت بدفع أموال إلى تنظيمات إرهابية كي يستمر عمل مصنعها في شمال سوريا وهو ما خلص إليه تقرير داخلي مستقل وكانت صحيفة لوموندا الفرنسية كشفت العام الماضي عن عقد الشركة المذكورة اتفاقات تعاون سرية مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مكنتها من الاستمرار بتشغيل مصنعها في شمال شرق حلب حتى عام 2014 رغم انتشار الإرهابيين هناك كما حصلت الصحيفة على رسائل ووثائق خاصة بشركة لافارج تبين العلاقة التي تربطها بالتنظيم والاتفاقات التي عقدتها معه بما فيها بيع النفط الذي يسرقه مقابل استمرار الإنتاج في المصنع الذي دشنته عام 2010 في سوريا وبيع السلع والمواد التي تقوم بإنتاجها في المناطق التي ينتشر فيها إرهابي التنظيم تذكير بالعناوين وحداتا من القوات المسلحة تحكم سترتها على مساحة 100 كم مربع جنوب وشمال شرق تدمر بوغدانو في رجح أن تنطلق جولة جديدة من اجتماعي السنة حول سوريا بداية شهر تموز المقبلة ردوده فعلا فلسطينية غاضبة على طلب نتنياهو تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سلاح الجو العراقي يقضي على عشرين إرهابية من تنظيم داعش بين محافظتين ديالة وصلاح الدينة والجيش يحرر حي الزنجيلي بالكامل هذه نشرة انتهت شكرا لكم على الحسن المتابعة تصبحون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة